طيب حاضر طيب لعب النادي الاهلي اسامة ابو علي اسامة ابو علي اسامة ابو علي في بعض الناس كانت نشرت عن حجم إصابات كتيرة ليه هو جي في 2021 حصل له إصابة وقع في الملعب أغمى عليه ثم راح المستشفى كتحال التشنج ثم قعد فترة غاب 200 يوم عن الملعب ثم عاد بعد كده هو ده صوت يعني ده دي صورته ثم رجع بعد كده الملعب واشتغل بشكل جيد رجع ازاي من الإصابة رجع تعافى جدا عمل عملية ريكافري ومشت الأمور بشكل جيد جدا أخذ هداف الدوري بعد كده ورجع أقوى مما كان برضو بعد كده جاله قصر في ضلعين وصجب في الرئة وبرضو غاب عنها فترة ورجع برضو بعدها في 22 وتقلق مع الفريق وقدر بعد تأتي مباراة سجل 16 هدف فصنع يعني هدف وعمل شغل كبير في الدرجة الأولى في الدوري الدنماركي احنا بعض الناس تقولك ان حجم الإصابات دي انك انت تلعب كورة صعب وان الصفقة من بدايتها لازم ندور فيها على شيء الحاجات دي في العلم الحديث انتهت وخلصت يعني في الحاجات دي انتهت وخلصت في عالم الريكافري وعالم ان انت تطلع من إصابة وازاي تشفى منها تماما نفس فكرة نهاردة لعب بيجي له صليبي او اتنين صليبي وبيرجع بيكسر الدنيا وبيمشي بشكل جيد كان زمان الصليبي ده يبطل اللاعب يعني اللاعب يبطل ولكن الراجل هنا يعني الامور ماشية على ما يرام الفايصل مش في كده الفايصل في يعني راجل ده ماشي بمبدأ بسيستم او مبدأ الدربة اللي ما بتموتنيش بتقويني زي ما بيقولوا كده فبيطلع من كل ازمة اقوى من الاول بيطلع من كل ازمة في حالة ريكافري تامة الامور الطبية عنده على ما يرام النادي اللي هو كان فيه تطمن عليها ولعب نوسم كامل بشكل كويس خلي بالحضراتكم ان في عالم الرياضة دلوقتي محدش هياخد رزق مع لاعب يعني مفيش حد بني ادم مفيش او نادي هياخد رزق مع لاعب ممكن تكون تكون يكون اللاعب ده دي حاجة اثر على حياته حيلعب ورجل ده جاي من بره بعد كشف طبي كبير جدا ثم سم النادي الاهلي كمان عمل كشف طبي خارج مصر ثم حيبقى فيه كشف طبي داخل مصر والرجل ده لعيب كبير وعنده عزيمة كبيرة والصفقة دي لو تمت هتبقى اكبر صفقة في تاريخ النادي السويدي واللاعب جيد جدا بعض الناس بتدور على التاريخ والاصابات ولكن الامور الطبية دي بقت خلاص بقى ليها ماني ولا يعني بقت واحد زائد واحد يسوي اتنين فعلشان ما نتكلمش على صفقة قبل ما تشتغل او قبل ما تبتدي الحالة الصحية لهذا اللاعب حالة جيدة جدا 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 ولو تأيد حيتأيد على انه لعب محلي واعتقد ان الفايل ده في النادي الاهلي يعني بيشتغلوا عليه بشكل رائع جدا فالصفقة دي من جميع الجوانب صفقة رائعة جدا 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 لان فيها الحياة مميزات كتير